احترف فن المصاغرات اي تسجيد التراث والاماكن المهمة في الديوانية من خلال هذه المجسمات الصغيرة الحجمة وخصوصا السيارات التي بدأ شغفه بها وهو صغيرة هوية احبها وظل يمارسها الشاب قاسم جمعة وهو تدريسي في احدى الجامعات وفي اختصاص هندسة الحاسبات اهم اعماله الاخيرة والتي اراد بها مشاركة اخوته المعتصمين في ساحة الاعتصامة هو تسجيد كل ما موجود في الساحة في هذا المستطيل الذي اختصر وبدقة وجسد الخيم والمعتصمين والشعارات وصور الشهداء والساعة التي تمثل قلب الساحة حيث استغرق شهرين كاملين لاتمام العمل كل الناس السلمي اللي يطالب حقوقها بأنه يكون رسالة لهم في هذه الثورة ان شاء الله تنجح وان شاء الله تنتصر رح تكون هي رسالة للابناء او لابناء الابناء لبأن تكون هي رسالة لهم بين كيف كانوا اعتصموا وشون العمل اللي يقدموا وشون الطريقة اللي يقدموا هو استربي مالتهم على تكون هي رسالة لكل الثورات العالمية وليس الثورات الداخل الديواني ويؤكد قاسم ان عمله بحاجة للعديد من المقاومات والأدوات التي يتحمل تكاليفها ويتمنى بأن هناك احتضان حقيقي له من قبل الحكومة وان ترعى في يوم ما اعماله ومثل العراق في محافلة دولية كل العمال اللي قمت بها من جبل خاص بدون اي دعم خارجي او داخلي كان حلمي بين اشارك بمؤتمرات او معارض دولية بدعم دولي او دعم الدولة نفسها لكن هذا الشيء للأسف ما موجود اي دعم او اي وسيلة لدعم هذا العمل ما موجود نهائيا تركيز ووقت طويل وصبر وتأني ومجهود ليس بالهيئنة لكن النتائج الجيدة تنسي قاسم كل ذلك التعب ورشة صغيرة في بيت ديواني وشاب ثلاثيني احترف فن تصنيع المجسمات ليكون نتاجه الاخير هو عمل خاص بساحة اعتصام الديوانية ويأمل ان يقدم هذا العمل قريبا وسط الساحة من داخل ورشة الفنان قاسم جمعة في الديوانية محمد حسنان قناة التغيير